السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولم بيكون معكم بسهي براجب معلم اول لغة انجليزية النهاردة ان شاء الله يا ولاد ما كامل مع بعضنا مراجعية تلية الامتحان ونهاردة ان شاء الله معانا ايه مراجعة اه معانا ايه طبعا النهاردة مهارات مهنية ليه الصف الخامس طبعا معانا مراجعة يا ولاد شاملة يعني جايبين شرح لمنهج الفاصل الدراسي الثاني كاملا تمام حوالي 14 ورقة في المذكرة وبعد كده عندنا بنك الاسئلة تمام احنا معانا مراجعة المتميز مراجعة مهارات مهنية لفاصل الدراس الثاني اعداد للستاذ محمود سعيد والستاذ امونة عزم طبعا عندنا زي ما قلنا عندنا طبعا ايه الشرح المحور الثالث الموضوع الاول بدار اللحوم طبعا كل الحاجات دي منهج الترمي التاني كامل لبعد مشروح هنسيب لكم لنك المذكرة اسفل الفيديو عشان تحملوها وتذكروها في البيت اهو بيكون عند شرح وبعد كده نسخة مجابة نسخة غير مجابة ونسخة مجابة كل ده موجود في المذكرة بتاعتنا النهاردة المذكرة الشاملة زي ما قلنا شرح والتدريبات وبنك الاسئلة تمام بعد مشروح زمانها الكامل يا ولاد آآ دخلي بعد كده ايه على بنك سلط المتميز في بداية المهارات المهارات المانية على مقرارات الفاصل الدراسي الثاني طبعا عندي السؤال الاول اختر الاجابة الصحيحة طبعا هحل معاكم ايه النسخة المجابة وارها معاكم لكن هيكون في النسخ غير مجابة برضو ايه داخل المذكرة هي تتدربوا عليها في البيت بيقول رقم واحد تضاف الى اللبن الالوان والنكهات والمحليات الصناعية آآ كي يحب نقط مشروبات اللبن المختلف عشان من يحب المشروبات دي اولاد الاطفال ولا البلغون ولا كبار للسنة طبعا ايه عشان الاطفال ايه بيحبوا الحاجات دي طيب يجب ان نرتدي نقط السلامة لحماية الاعين عنده تقطيع الاخشاب نرتدي ايه نظرات ولا سترة ولا حزاة طبعا ارتدي النظارة لكي احمي ايه العيون او الاعين عند ايه تقطيع الاخشاب تلاتة مادة حفظة قوية تحافظ على ابقاء اللبن كأنه طازج ولكنها قد تكون ضارة طبعا دي اولاد الفورمالين الفورمالين ده من المواد الحفظة بس ممكن تكون ايه ضارة اربعة يمكنك معالجة الاصابات والجروح الطفيفة باستخدام حقيبة الاسعافات الاولية في مرحلة ايه تقدير الوضع تقييم الوضع ولا تقدم الاسعافات الاولية طبعا في مرحلة ايه ولاد الاسعافات الاولية من طرق غش اللبن اضافة ايه لتعديل قوام اللي يصبح متجانس بيدفوا ليه فورمالين ولا نشا ولا ماء طبعا النشا ايه ده بيجعل قوامه ايه متجانس اللبن الذي يتحول الى اللون نقط بعض اضافة قطرات من سبعة اليود يكون فاسدا ومخشوشا ويحتوى على مادة النشا لو تحول لون ايه ولاد الاصفر ولا الابيض ولا الازر طبعا لو تحول الى لون الازر يبا كده ايه فاسد هو التاريخ الذي يجب ان يتم فيه استهلاك المنتج تاريخ انتهاء الصلاحية ولا تاريخ التصنع على تاريخ الفرز طبعا تاريخ يولاد انتهاء الصلاحية تمنع نقط الجسم من التضحرك اثناء افاقة المريض رجبة المسنية ولا رجبة المفروضة ولا رجبة المكسورة طبعا رجبة ايه المسنية بتمنع الجسم من التضحرك اثناء افاقة المريض رائحة الطعام الحادة تعاد دليل على جودة الطعام ولا فاسد الطعام ولا سلامة الطعام لما يكون راح نفازي اولادي با كده الطعام ده ايه كده ايه فاسد في خطوة نقط قاعد فحص الشخص هل هناك حاجة على مزيد من الاجراءات والتدابير طبعا ده خطوة ايه تقدير الوضع تقييم الوضع على التخطيط للتدخل طبعا ده أولاد خطوة تقدير الوضع 11 من الأدوات الكهربائية التي تستخدمها نوعات وأدوات الصنفرة المثقاب الشاكوش الكماشة أدوات كهربائية التي تستخدمها طبعا ايه المثقاب يزيل نوعات الرطوبة من الأطعام بحيث لا ينمو عليها أي من العفن أو البكتيريا ايه هو ده أولاد اللي بيزيل الرطوبة المخللات السريعة ولا التكفيف ولا التعليم طبعا يا ولاد ايه التكفيف ده بيزل الرطم للاطعمة بحيث لا ينمو عليها اي عفن او بكتيريا 13 الخطوة التي يتم فيها يا ولاد التحقق من نوع الاصابة التي اصيب بها الشخص ده خطوة ايه تقدير الوضع تقييم الوضع او التخطيط للتدخل طبعا تقييم الوضع ايه تولاد نعمل لايك للفيديو ونشارك في القناة ونروح لقائمة تشغيل الصف الخامس هتلاقي كل مراجعة جميع المواد المتحان جميع المواد كل المواد النزل هنا على القناة اولاد 14 تشمل طرق الحفظة التي يتم اتباعها في المصانع والمنازل التكفيف والتجميد البصرة والتعليم ولا الف وبهم عن طبعا يا اولاد بتجمل ايه الاتنين تكفيف وتجميد وبصطرة وتعليم يبقى ناخد ايه الف وبهم عن الضغط بقوة على الجرح بقطعة قماش نظيفة من خطوات ايه ده لك صدع ولا اقافي النزيف ولا فقط المريض طبعا لما اضغط ايه على الجرح كده ايه عشان ايه يوقف النزيف 16 لا يعد اضافاته للبن امرا خاطرا لكنك تدفع كثيرا من المال مقابلة قديمة من اللبن الفورمالين ولا الماء ولا النشا طبعا الماء تعمل على اعتراض فترة صلاحية الشراب ايه ده يا اولاد المادة الحفظة طبعا المادة الحفظة بتطول ايه صلاحية الشراب يساعد نقط على النمو وحماية جهازنا المناعي ايه هو ده اللبن ولا العصير صناعي ولا مشروبات غزية طبعا اللبن يولاد مهم جدا ولا بيساعد جسمنا على النمو ويحمي الجهاز المناعي اولى مراحل تحضير وتجهيز الشراب الطبيعي المعلب هي غسل الفاكهة جيدا حرس الفاكهة ولا تسخين العصير طبعا اول حاجة خالص ان نغسل الفاكهة جيدا عشرين اذا لم تستجب الشركة المصنعة لشكوتك او اخبروك انك سبب المشكلة يمكن تتصاب من تقديم الشكوى مصلحة الضرائب ولا وزارة الصحة اللي راح بيطاب ضعين جهاز حماية المستهلك اتصل به جهاز حماية المستهلك واحد وعشرين عند اعداد نقط تخلط الاطعمة المختلفة للفاكه والالوان المجهزة في المعامل مع السكر طبعا دي اولاد شراب صناعي اولى خطوات التي يجب القيام بها في حالات التوارئ الصحية اول خطوة تقدير الوضع تقييم الوضع ولا التخطيط للتدخل طبعا يا اولاد تقييم الوضع عشرين تتسبب نقطة الموجودة في الزجاجات تخامل المشربات وفسادها ايه اللي بيخالها كده يا اولاد ايه اللي بيسبب في تخامل المشربات وفسادها المادة الحفظة ولا النكهة ولا المايكروبيت طبعا يا ولا دي المايكروبيت بيقول لي اذا كان المصاب فقده للوعي استمر في نقطة المصاب وتنفسه حتى وصول المساعدة قياس الحرارة الضغط على الجرح ولا جس النبض استمر في جس النبض بعد كده 25 عند تصنيع العصير يخلط السكر عندما يكون السائل ايه نحط السائل نحط السكر والسائل ايه يا اولاد حتى لا يفصل فيه ما بعد بارد ولا متجامل ولا ساخن طبعا نحط السكر يا اولاد والسائل ساخن العمال يرتدون نقطة لحمية المنتجات من التلوث بيلبسوا ايه بطاء الشعر والقفزات طبعا اتنين معا بطاء الشعر والقفزات اذا ظهروا في اللبن حلق زرقاء او بنفس جاية بعد اضافة كدرات من حمد الكابريتيك فهذا يعني انها يحتوي على الماد مادة ايه يا اولاد يحتوي على الفرمالين طيب في نقطة يضاف ايه العصير الماء والسكر عند تحضير الشراب الطبيعي المعلق مرحلة التعباء ولا مرحلة الاختبار ولا مرحلة العصير طبعا نضيفها في مرحلة التعباء يا اولاد بنضيف السكر يعني بنضيف ايه الماء والسكر للعصير يحتوي اللبن على نسبة عالية من على عناصر الغذائية والدهون البروتين والفيتامينات طبعا كل ده يبقى عناصر الغذائية والدهون وبروتين وفيتامينات نقطة تضيفها معامل التصنيع اللي تجعل الأطعامة تدوم لفترة أطول دي مواد حفظة والنجهات ولا سكر طبعا يا اولاد دي مواد الحفظة من طرق التكفيف المنزلية التكفيف في الشمس خارجا التكفيف باستخدام الفرن ولا ألف وبهم معا طبعا ألف وبهم معا التكفيف في الشمس والتكفيف في الفرن يعمل نوع تطوير هوية علامة تجارية قوية يتعرف عليها العملاء ويثقون فيها دي مين المشتري ولا المصمم ولا العمال طبعا ده اللي بيصمم ايه يطور الهوية والتجارية طبعا ده المصمم ولا اللي بيصمم ايه المركز التجارية والعلامة التجارية يجب أن لا تزرع شجرة طويلة بالقرب من مبنى طويل صغير قديمة طبعا مبنى أي صغير يسخد العصير الطبيعة قبل تعبئته للحفظ على المايكروبات لقتل المايكروبات ولا الحفظ البكتيريا طبعا ده بيقتل المايكروبات التسخين يقتل المايكروبات نقط تجذب انتباه العميل إلى علامة تجارية معينة على رف الماء إيه ده اللافتات ولا كتلة اللون ولا الإضاءة طبعا اللون يصنع من اللبن منتجات عدة ومنها بنصنع منه زبادي ولا جبن ولا ألف وابه معنى بنصنع منه اللبن الزبادي والجبن بألف وابه معنى اللبن المنتجات التي نقعد غشها يصعب ولا يسر ولا يستحيل طبعا سهل جدا نحن نغشها هو اللبن ده 100 عشكال التكفيف تحتاجة درجة حرارة إيه ولا يد مرتفعة منخفضة معتدلة طبعا عشان أجفف لازم يكون عند درجة حرارة مرتفعة الخطوة التي تخطط فيها لكيفية المساعدة خطوة بخطط فيها عشان أساعد حتى يسر المسعفون بعد الاتصال برقم 123 عشان درقم يسعف عند الإصابات الخاطرة ده تقدير الوضع تقييم الوضع على التخطيط والتدخل التخطيط للتدخل من عناصر الحديقة الممرات والبرجولات والنفورة تمام التصميم المناسب لاختيارات العملاء وتفضيلاتهم يعد تصميما مبهما ولا عشوائيا ولا ملائما طبعا ده تصميم ملائم لأن التصميم ده مناسب لاختيارات العملاء وتفضيلاتهم يبقى ملائم ألوان النباتات زي الأحمر والبرتقال والأصفر تبع سعادة الحيوية والنشاط طبعا ألوان النباتات ألوان ده دفئة ولا برد ولا عارف وبين معن طبعا أحمر برتقال الأصفر اسمها الألوان الدفئة يمكن أن تكون جاهزة للأكل في غضون برع ساعات ويستمر المدة أسبوع تقريبا في السلاجة ايه دي المخللات السريعة ولا التكفيف ولا التعليم دي مخللات سريعة بتكون جاهزة للأكل في غضون برع ساعات وبتقعد ايه أسبوع في التلاجة كل مما يلي يعد من ألوان النباتات الباردة ما عدا الأزرق الأخضر يسألين الأصفر من ألوان ايه الدفئة تمام يبقى الأزرق والأخضر دي ألوان بردة نقطة والأسلوب المستخدم في عرض بعض المنتجات في الترويج للسرع أسلوب الهرم أسلوب القاع الأسلوب العشوائي طبعا دي أسلوب الهرم يا ولاد ولا القاع ولا العشوائي نقطة هي الطريقة التي يرى بهذا أو بها العالم شركتك هي الطريقة التي يرى بها العالم شركتك هوية العلامة التجارية ولا الرمز ولا المنتج طبعا هوية العلامة التجارية نقط تطفي أجواء وتبرز المنتجات اللافتات كوتة اللون والإضاءة طبعا الإضاءة تعد حرفة التطريز من الحرف المصرية الحديثة القديمة التكنولوجية طبعا هي الحرف المصرية القديمة يمكن لبعض نقط أن تساعد على الوقاية من هششة العزام وفقر الدم الخضروات الورقية ولا اللحم ولا الدهون طبعا الخضروات الورقية ولا تساعد على الوقاية من هششة العزام وفقر الدم غرزة نقط تكون على شكل خطوط متقطعة متساوية وغير متساوية غرزة اي اولاد الفرع ولا السراجة ولا رجل الغراب طبعا دي السراجة بعض الاشخاص يفضلون البداء النقط عوضا عن البروتينات الحيوانية بداء الاولاد نباتية ولا دهنية ولا صناعية طبعا بداء النباتية يعد نقط حرف تقليدية لتزيين القماش بالسخدام الابرة والخيط الابليك ولا التطريس ولا الفسي فساء طبعا ايه التطريس ولا الابليك ولا الفسي فساء نقط هي مواد تساعد في تقليل الالتهابات مددات الاكسادة ولا الدهون ولا اللحوم طبعا مددات الاكسادة تساعد على تقليل الالتهابات الوان النباتات مثل درجة الايه درجات اللونان الازرق والاخدر تبعث على الاسترخاء دي الوان ايه ولاد الوان بردة المشروبات الغازية والبطاطس المقلي من امثلة ايه وجبات سريعة ولا خفيفة ولا صحية طبعا دي وجبات سريعة تعد أرخى السمن من العصير الطبيعي لون صناعي وود حفظة للنكهة الصناعية طبعا النكهة الصناعية تشمن البداء لنعطى الحبوب والبقول والخضروات قالك البداء لأيه النباتية طبعا مصنوع من مسج الفاكهة وعصير الفاكهة المركز أو خلصة الزهور والسكر ده طبعا ايه ولاد العصير الطبيعي تناول نعطى بكميات كبيرة قد يسبب السمنة ايه دي اطعمة مقلية ولا مسلوقة ولا المشوية طبعا ايه المقلية صعبة جدا تعتبر نوعات من أسباب رغبة الناس في تناول الوجبات السريعة الجودة ولا ساعد الإعلانات طبعا الإعلانات تخلي الناس تتناول الوجبات السريعة يتم واضع صورة نوعات لضمان صحة ما سلمت الطعام ولا عاملين في المقصف ده طبعا ايه ولاد الشهادة الصحية تحتوي نوعات على نسبة عالية من البروتين والألياف بكوليات خضروات ولا حبوب طبعا الحبوب يا ولاد في نسبة عالية من البروتين والألياف من طرق لفت الانتباه للمنتجات داخل المقصف استخدام أطباق ملونة البيع بسعر مرتفع ولا إخفاء الطعام طبعا استخدام أطباق ملونة نوعات هو شخص لا يأكل اللحوم ولكنه قد يأكل البيض ومنتجات الألبان والعسل لا شخص هي نباتي صرف نباتي متوازن ولا غير نباتي طبعا ده نباتي متوازن نوعات يصنع أو يصنع من عصير الفاكهة والسكر والماء والمواد الحفظة لا شراب طبيعي طازج ولا شراب صناع ولا شراب الطبيعي المعلب شراب طبيعي معلب من يصنعه من عصير فاكهة وسكر ومواد حفظة ومية من أمثلة البروتين نوعات اللحوم أو المأكلات البحرية أو البيت ده بروتين إيه ولا نباتي ولا حيواني ولا ألف وبينما عن طبعا البروتين إيه الحيواني اللي هي مين؟ اللحوم والمأكلات البحرية والبيت كتب معالجة العصار والمشروبات المركزة بحيث يمكن تخزينها الفطرة إيه؟ محدودة ولا طويلة ولا قصرة طبعا إيه فطرة طويلة تساعد نوعات في عملية الهض الفواكه والخضروات البروتينات والدهون طبعا الفواكه والخضروات في الحديقة يجب أن يتناسب نوعات مع المباني والبيئة المحيطة الطراز المناخ الحيوانات طبعا يا ولاد في الحديقة لازم الطراز يتناسب مع المباني والبيئة المحيطة بيقول لي تكون غرزة نوعات على شكل خط رفيع السراجة الفرع ولا الشعاع طبعا الفرع التصميمات المترازة المصرية غالبا ما تكون مستوحاة من الطبيعة والرموز القديمة الرموز الغربية ولا الرموز الحديث طبعا دي رموز قديمة يا ولاد من أنواع الأطعام المقدمة في مقصف المدرسة الأطعام هي السخينة والباردة المطبوخة والنيئة ولا ألف وبهم عن طبعا ألف وبهم عن تعتبر حرف التطريز على استخدام الإبلة والخيط وبعض المواد الأخرى كان اللقلق الترتل والألف وبهم عن طبعا بنستخدم اللقلق والترتل الاتنين يجب أن تختار العناصر التي تحتوي على نسبة نوعات من الطاقة والدهون والسكر والملح منخفضة ولا مرتفعة ولا شيء مما سبق طبعا إيه؟ تحتوي على نسبة منخفضة من الطاقة من الدهون والسكر والملح مقياص الطاقة التي يمدون بها الغذاء هو سعرات حرارية ولا ألوان حرارية ولا طاقة حرارية طبعا ديها أولاد السعرات الحرارية تحتوي نوعات على نسبة منخفضة من البروتين هي اللي فيها بروتين نسبة أوليلة جدا بقوليات ولا خضروات ولا حفوة طبعا الخضروات يا أولاد نوعات توفر عناصر غذائية إضافية لا تحتوي عليها المنتجات الحيوانية البدائل الحيوانية والبدائل النباتية والبدائل الصناعية طبعا يولاد البدائل النباتية يتناولها الكثير من الناس بسبب نظاقها المفضل حاجة عماحل والبروتينات التي تحتوي عليها لحوم خضروات فاكاة طبعا اللحوم تستخدم غرزة نوع تزليل المفارش والملابس وقطع الكماش بعضها مع بعض لغرزة الفرع والسراجة والرقل الغراب طبعا السراجة كل مما يالي من عناصر الحديقة معالا البرجولات الممرات باقع الحلوة يحتوي على ماء وسكر ونكهة صناعية ولون صناعي موضح عفظة طبعا ده الشراب الصناعي يجب على نوع الترتيب ورفوف المكسف ورصها بطريقة تجزب الانتباه الطلاب الزوار العاملين بالمكسف يمكن أن يحتوي أو تحتوي أجبة واحدة من الوجبات السريعة على إجمال الاحتياجات نوع من الطاقة واجبة واحدة ممكن أن يكون فيها احتياجات شهرية يومية والأسبوعية طبعا اليومية يمكن أن تتسبب نوعات زادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسمن المفرطة إيه اللي بيسبب الأمراض دي أولاد؟ الدهون الصحية ولا الغير الصحية ولا النباتات طبعا دهون غير صحية نوعات توجه الرسائل المتعلقة بهوية العلامة التجارية طبعا اللافتات توفر ميزة إبراز المنتجات تتكون على مستوى رؤية العملاء لإبراز العناصر الأكثر أهمية في المنتصف المعرضات العرامية والمعرضات الاستوانية طبعا أي ألفها بهم معا غرزة نوعات هي الغرزة المثالية لملء فراغ وحدة زغرافية تمهيدة اللي حشوها الفرع والسراج والدريج للغراب طبعا يا أولاد الفرع نوعات أفضل موظل للبروتين النباتي وتوفر دهون الصحية ومضادات الأكثر طبعا دي أولاد البوكوليات بعد كده بيقول لي هو شخص لا يأكل منتجات من مصدر حيواني شخص لا يأكل منتجات من مصدر حيواني يبقى ده نباتي صرف ونباتي متوازن ولا غير نباتي طبعا ده نباتي أولاد صرف بعد كده تتسبب الطاقة العالية والدهون والملح والسكر في نقر لأكسة منه فائدة للجسم ولا ضرر ولا احتياج طبعا دي أولاد ضرر للجسم بعد كده يمكننا استخدام نوعات لحماية أصناف الطعام المختلفة وحفظها جيدا ورق وأكاس سغليف ولا وعية حفظ طبعا ايه لاثنين مع بعض ألف وابا الشراب نوعات لا يحتوي على فاكهة أو ظهور طبيعية الطبيعة الطازج ولا الصناع ولا الطبيعة المعلبة طبعا ده الشراب الصناعي ميفوش أي فاكهة أو ظهور طبيعية من مبادئ تصميم الجيد للعلامة التجارية أولاد أن يكون ايه بسيط وبارز ملائم وقابل للإنسانساخ والالف وبين معا طبعا لاتنين تصدر أصواتا في الحضائق تبعث على الاسترخاء والهدوء ايدي نفورة مباني ألوان طبعا النفورة تحتوي على نسبة عالية من السكريات والدهون والملح للوجبة السريعة للوجبة الخفيفة للوجبة الصحية طبعا دي الوجبات السريعة فالنسبة عالية من السكريات والدهون والملح شرب نقط بعد الأكل مباشرة قد يتسبب في الإنصابة بالأنمية طبعا شرب الشاي ولات بعد الأكل يتم حفظ الأطعام نقط داخل أوعية حفظ مخصصة لها طبعا هي الغير معبقة حد النقط لحداث توازن وإيصال الرسالة التي تريد إيصالها من خلال تصميمك لون واحد فقط ولا أقصى من ثلاث ألوان ولا لون أو لونين يا لون واحد يا لونين يسبب شرب كميات كبيرة من نقط في تساوس الأسنان مشروبات غزية ولا العصير الطبيعي ولا الماء طبعا يا ولادي مشروبات الغزية اللي هي البيبسي هات ده بيتسبب في تساوس الأسنان من أنواع العصائر نقط العصائر الطبيعية العصائر الصناعية ألفة بين معنى طبعا من أنواع العصائر في طبيع وفي صناعي السؤال الثاني يضع علامة صح توعد مصر أحد أقل منتجي لبن الجموس في العالم طبعا غرض قد يتسبب إضافة المواد الحفظة للعصير في فساده بشكل أسرع غلط مواد الحفظة بتحفظ العصير تعد الأبكار والجموس المصدر الوحيد للألبان غلط الفورمالين يعتبر مادة حفظة قوية ولكنها قد تكون ضرة صح جدا يضاف الفورمالين لتعديل قوام اللبن ليصبح متجانس بعد نزع المادة الدهونية غلط ده بإيه اللي بيخل الكوام متجانس بيكون أولاد النشا ده غلط يمكن لحماية جهاز المستهلك توقيع عقوبات على منتج الطعام غير الملتزمين طبعا صح يجب عليك استخدام أدوات كهربائية بالكرب من الماء غلط طبعا إذا كان الشخص فقدر للوعي ولكنها يتنفس يتم استخدام وضعية الإفاقة معه صح يزيد التكفيف من الرطوبة وقد يسبب فساد الأطعمة بشكل سريع غلط التكفيف بيحافظ عليه تاريخ انتهاء الصلاحية والتاريخ الذي يجب فيه استهلاك المنتج صح كمية الشمس من الأمور الواجهة مراعطية عند تصميم الحضائق صح عند القيام بعملية حفظ الطعام يجب غسل يدك جيدا طبعا صح جدا إذا فقد أحد الأشخاص وعيه فعليك الإبتعاد عنه وتجنب مساعدته تأغلط طبعا لازم إيه نفوه ليس من الضروري استخدام النظرات الوقية عن التعاون مع الخشب لأ لازم نلبسها لحمات إيه الأعين خطوة تقدير الوضع هي أولى خطوات تقديم الإسعافات الأولية طبعا إيه دي غلط لتجنب الإصابة يجب عليك استخدام أدوات النجارة بحرص صح يفضل غلق الأبواب والنعافة إذا عند القيام بيعمل غلط لازم نفتحها عشان إيه الحساسية والربو بيعمل إيه ديكتنافس يتم رفع الزقن الفتح مجرى الهواء للمريض أثناء عملية الإفواقة صح تحدث الإصابات للحرفيين بسبب التعامل مع الأدوات بطريقة إيه آمنة بطريقة غير آمنة بقى دي غلط يمكننا استخدام حقيبة الإسعافات الأولية في حالة الإصابات الطفيفة صح إذا واجهتك مشكلة تخص سلامة منتج يمكن تقديم شكوى الجهاز الاتصالات غلط الجهاز حمالة المستهلك تمام؟ يبقى دي جهاز حمالة المستهلك نزور الحضائق لأنها تجعلنا نشعر بالهدوء والسعادة صح من نمسية المواد الحافظة حمض الستيريك وحمض الأسكوربيك صح يعد الالتزام بكافة التدابير الصحي أمرا ضروريا جدا داخل مصانع العصير صح يعد اللبن من المنتجات التي يصعب التلاعب فيها غلط ليس من الضروري تسخين العصير عند القيام بتحضير الشراب الطبيعي المعلب غلط إضافة النشع لللبن يزيد من قيماتها الغذائية غلط قبل القيام بعملية تصنيع العصير الطبيعي يجب غسل فاكهة جيدا صح طبعا يدخل اللبن في العديد من أنواع المشروبات المصنعة صح مرحلة تعاقيم الزجاجات هي المرحلة الأخيرة في عميب صنع الشراب غلط في حالة الإصابة والخطيرة يجب اتصال برقب 180 العصير لسعف العمية 23 من الضروري خلق السكر بالسائل للبرد حتى لا يفصل فيه فيما بعد لازم طبعا يكون السائل ايه سائخين ولاي السابر يبقى دي غلط من خطوات إيقاف النزيف الضغط بقوة على الجرحة بكتعة الكماش متاسخة لكتعة نظيفة يبقى دي غلط نظيفة يجب على العمال الحرصة عند التعامل مع الحرارة العالية لتجنب الحروق صح آخر خطوات وقف النزيف تضميد الجرح جيدا صح اللون الأحمر من اللوان النباتات الباردة التي تابع سعادة استرخاء غلط قد تتسبب مايكروبات الموجودة في زجاجات العصير في تخامل المشروبات صح عند تجهيز الشراب الصناعي يتم تصفية العصير لازالة اللب والكشرة والبزور غلط الشراب الطبيعي يجب التأكل من تاريخ انتهاء الصلاحية الصلاحية اللبن قبل استخدامه صح يتم تعقيم زجاجات العصير قبل تعباتها لقطل مايكروبات صح لا يحتوي اللبن على كربوها يدرات أو ملح معدنية يحتوي أولى مراحل تجهيز وتحديد العصير الطبيعي هي مرحلة التعباء غلط بعض الباعين يضعون إضافات خاطرة جدا في اللبن يبدو طوزجا صح قد تسبب حفظ الأطعامة بشكل خاطئ في نموة بكتيريا وعفن صح منطلق حفظ الطعام البسترة والتمليح صح فتح عبوات المنتجات الغذائية وتركها دون استهلاك لا يعرضها للتلف غلط يجب أن تضع يديك بالكلب من شفرة أو ريشة أو ريشة مسقب عندما تقطع خشبا أو تثقبه صح عند تغيير ريشة المسقب لا بد من التأكد من أن الأدوات غير موصلة بالكهرباء صح لا يمكننا استخدام الإسعافات الأولية في علاق حالية النزيف الحاد صح تقتصر عناصر الحضائق على النفورة والبرجولات فقط غلط اخضر ألوان النباتات بحيث تضمن أربعة ألوان فقط لكل قسمة نقسم الحضيقة غلط اللون البرتقال والأصف من ألوان الدافئة لتتبعث للحياة والنشاط صح عند إطلاق منتجات جديدة في الأسواق يجب إظهار ميزاتها ليختارها العملاء صح جدا يساعد استخدام إسلوب الهرب في الترويد للسلح صح يساعد اللون والطباعة في عملية التصوير أو التصوير العلامية التجرية المصامين والعملاء صح لعمل بعض العلامات على الملابس نستخدم غرزة السراجة صح لا يفضل الكثيرون تناول منتجات الحوالية بسوى مذاقعها غلط تعد غرزة الفرع من الغرز الأكثر شوءا والأساسية صح بيقول لي تنظم اللحوم عامل الجهاز الهضم طبعا غلط جدا ليس من الضروري اختيار نباتات مناسبة للطرب التي ستزرع فيها لا طبعا لازم نختار نبات مناسب للطربة الدهون غير الصحية ليس لها أسار صحية سيئة طويلة المادة لا طبعا لها أسار صحية يفضل عدم وضع نفورة في الحديقة لأنها تزرع أسوات مزعجة لا طبعا يفضل وضع نفورة في الحديقة طبعا تتطلب الواجب المغزية خيارات متوازنة بين البروتيني نباتة ونباتة الحيوانية طبعا صح جدا لازم يكون عندي خيار متوازن بين البروتيني النباتي والحيواني يفضل زراعة النباتات صغيرة الحجمة بالكرب من مبنى أو جدار طويل طبعا لا صح جدا نباتات صغيرة الحجم بالكرب من مبنى أو جدار طويل لا لو الجدار صغير تناول الكاسم من الواجبات السريعة يحفظ على صحتها غلط الشراب الصناعي رائحتها وطعمها لا يشبهها رائحت وطعم العصير الطبيعي صح تناول أطعام المقلية يحميك من الرسابة بأمنود الكلب وسكت الدماغي لأدى خطر جدا للأطعام المقلية العصير الصناعي يا ولاد يصنع من مادة ملونة صحية صح مشروبات غازية قد تسبب فقدان الكالسي ومشارة العزام صح يجب فصل الأطعام النائية عن أطعام المطهية عند تخزينها صح جدا من أسباب انتشار واجبات السريعة إعلاناتها تلفزينية ممتعة صح جدا لضمان صحة وسلامة الطعام والعملين يتم وضعها وضع صورة الشهادة الصحية داخل المقصف صح توضع المعروضات في واجهة العرض الزجاجية لمقصف المدرسة للفت الانتباه الصح خزائن الطعام ذات الواجهة الزجاجية تحمي الطعام من الحشرات صح عرض الطعام بشكل جزاب لا يتطلب التفكير الإبداعي غلط من الأفضل عدم نسك صور الطعام الصح على جدران المقصف غلط ليس من الضروري تغليف الأطعام غير معبالة لازم نغلفها بقى دي غلط الصعارات الحرارية هي مكياس الطاقة التي يمدون بها الغذاء صح صعارات حرارية يعني طاقة بيدهن الغذاء ده يحتوي كل نوع من الطعام على طريقة خاصة في المعاملة والعرض والتخزين صح الحفاظ على صحتك يفضل اتباع النظام الغذائي غاني بكميات كبيرة من الدهون غلط الدهون لازم تكون قليلة يمكن صنع العصير الطبيعي بمزج الفاكهة مع السكر والماء أو بنقع الزهور في الماء مع السكر صح شرب المشروبات الغذية بكسر كاريوسيب اللي سابه بمرض السكري صح من الأفضل عرض الطعام داخل المقصف المدرسي بشكل عشوائي غلط شكل منظم الشراب الطبيعي المعلب مزاقه كمزاق الفاكهة ولكن ليس توزق صح تعد بطاة السلمالية والبيت زي بنفسية واجبات الصحية دي واجبات سريعة غلط تصنع النكهات الصناعية في المعمل باستخدام مواد كميائي من الطبيعة صح تحتوي الحفوة على النسبة عالية من الدهون غلط بيكون فيها ألياف من أساسيات تصميم حضائق للتحقق من المناطق التي يصل إليها ضوء الشمس صح تحتوي المنتجات الحيوانية على دهون غير صحية صح يمكن استخدام ألوان حيوية لتصميم علامة تجارية تحمل الطبيع الرسمي غلط تساعد الخضروات الورقية الخضراء على الاسترخاء صح تساعد خلات التصميم وكيفية عرض منتجاتك في تشكيل تصور لعلامتك التجارية صح يمكن لبعض الخضروات الورقية الخضراء أن تساعد في استطرع ضغط الدم صح تريكة عرض منتجات المتاج التي تؤثر في كيفية رؤية الناس لعلامة تجارية غلط الإفراط في تناول اللحوم قد يسبب الإصابة بأمراض القلب والسمن المفردة صح جدا فن التطريز يمثل جزء أنهام من طرصنا وثقافتنا المصرية صح لاسى للإضاءة والألوان دور في لفتة انتباه العملاء لشراء المنتج اللي طبعا لهم دور هام جدا يعتبر التطريز من الحرف الحديثة لتزاعت مؤخرا لا ده قديما ده من أيام القدماء المصريين بقى ده غلط يمكن أن تعصر بعض الفاكهة مباشرة لتصنع عصير طبيعة صح لتحدد أشكال مترزة مثل الأزهار نستغل مغرز الفرع صح الشراب الطبيعي الطازج وزاقه وسكري جدا ولاه نكهة الفاكهة غلط الشراب الصناعي الشراب الصناعي لا يحتوي على مواد حفظة لا يحتوي على مواد حفظة الاحتفاظ بالتعام في درجة حرارة مناسبة يتسبب في تلف ويجعله غير صراح للأكل غلط تخزين الطعام بشكل أمن واسري من المسؤوليات العملين بالمكسف صح تقديم الطعام في أطباق ملونة من طرق جزب انتباه التلاميش صح يعمل طاقم المكسف المدرسي بجد التأكد من جد الواجبات المقدمة صح ليس من الضروري التوعية بخطورة الواجبات السريعة غلط لازم إيه؟ لازم نوعي بخطورة الواجبات السريعة تعتبر الواجبات السريعة زهلة السمن غلط على أطعام المقلية تحتوي على طاقة أكثر من أطعام الغير المقلية ما يسبب إيه السمنة صح شرب الشاي بعد الأكل ومشاركة يسبب إيه لإصابة فكر الدم ما طبعا بيعمل أنيميا تحتوي البدال النباتية على نسبة أقل من البروتين صح تتميز الواجبات السريعة بأن طعمها رائع وشاهي ولذيذ صح الفواكه والخضروات تعد مصدر المتمعي ممتازا للألياف صح غردة الفرع دائما تكون على شكل خطوط متقطعة وتساوية غلط عند تصميم العلامة التجارية يفضل أن تكون غير قابلة لعادة التصميم والإستنساء غلط عند تصميم الحضائق يفضل زراعة الشجرة الطويل بالكرب من المباني الصغيرة غلط لكي يكون تصميم العلامة التجارية جيدا يجب أن يكون بساطة مبارزا صح المعكولات البحرية تعد من أمسات البروتينيات النباتية غلط تستخدم غردة السراجة لعمل خط رفيع لتحديل الأشكال المترزة غلط المجابات السريعة تحتوي على نسبة عالية من الصوعات الحرارية طبعا صحة جدا السؤال الثلاثة يقول السؤال ايه؟ أكمل العبارات بالكلمات المناسبة من بين القوسين الكلمات دا هكمل بها تسخين فرمالين تبريد تكفيف الستريك النشا تعتبر مادة ايه ولاد الفرمالين مادة حفظة قوية ولكنها قد تكون ضرة يبقى الفرمالين مادة حفظة قوية جدا بسي ممكن تكون ضرة يستخدم حمض الستريك كمادة حفظة لجعل الطعام يدوم طويلا صح مش صحي يعني افتار كلمة الستريك يعد ايه التكفيف احدى طرق حفظة الاطعمة يجب تسخين العصير لقات الميكروبات اتنين الماعز شفرة انتهاء الصلاحية الجاموس البكتيريا تاريخ نوع تاريخ انتهاء الصلاحية والتاريخ الريجاب يجب ان يتم فيه السهلاك لأي المنتج يتسبب حفظة الطعام بشكل خاطئ في نمو البكتيريا يجب الحرص على عدم وضع اليد المكروب من الشفرة المسكوب تعد مصر احد اكبر الدول المنتجي للبن الاي الجاموس في العالم تلاية الكفزات 180 فتح 123 فاقد الوعي اذا كان الشخص يفاقد الوعي ولكن يتنفس علينا اتباع وضعية الافاقة في حالة خطورة الاصابة علينا الاتصال برقم اولاد 123 للاسترعاء الاسعاف 12- يرتد العماد الكفزات واغطية الشعر لحماية المنتجات من التلوس الكفزات 12- يفضل فتح النوافذ عند القيام بأعمال الطلاق تمام 13- أحمر غير صحية 14- صحية الأزرق الهرم الطبيعي الحيواني الصناعي 14- اللون الاي اولاد من الوان النباتات البردة التي تبعث على الاسترخاء طبعا لون الأزرق 15- يستخدم اسلوب الهرم للترويج للسلع 16- الشراب الطبيعي واشراب المعصورة المعصور مباشرة من الفاكهة 16- البروتين يتمالها الحيوانية يتناولها الكثير من الناس لأنهم يفضلون مزاقها 17- تحتوي اللحم على دهون أي ولاية غير صحية 17- الصناعي 18- الغذاء الوجبات السريعة الزخرفية على العلامة التجارية 19- من أمثلة نقطة الوجبات السريعة على البطاطس المالية والبيتزا 20- من أمثلة الوجبات السريعة على بطاطس وبيتزا 21- تستخدم ونستخدم التطريز لتزين القماش لأغرض أي زخرفية 21- يحتاج التلميذ إلى الغذاء ليعزد سفكرهم ويدعم تحركهم بنشاط ولليوم 22- لازم الغذاء 23- حوية العلامة التجارية هي الطريقة التي يرى بها العالم شركتك 24- يصنع الشراب الصناعي 25- يصنع الشراب الصناعي من الألوان والنكهات الصناعية 26- بارداً صارات حرارية الحافظة ساخناً 27- التفكير الإبداعي 28- تضاف المواد أولاد الحافظة للشراب لإطارة فترة صلاحيتهم 29- يفضل عن نضيف السكر للشراب عندما يكون ساخناً 30- النفورة من عناصر الحضيقة وترز الأصوات أن تبعث على الاسترخاء والهدوء 31- عرض التعام بشكل جزاب يحتاج إلى تفكير إبداعي 32- الصعوات الحرارية هي مكياس التقرة يمدون بها الغذاء 33- ماشي 34- الأزرق لفت الانتباه السراجة الأستوانية الأحمر على المشروبات الغذية 34- الفرق 35- إذا أردت تحديد العشكاء المترزة فعليك استخدام غروطة عياء ولاد الفرق 35- يتحسين عرض المنتجات يمكن استخدام المعرضات الغذية للصوانية أو الهرمية 36- شرب المشروبات الغذية قد يتسبب في أمراض القلب وفقدان الكالسيوم 37- يساعد استخدام الإضاء والألوان والعلامات على أي لفتة انتباه العملاء 38- اللون الغذية الأحمر من ألوان النباتات الدافئة تتبع سئية على الحياة والنشاط 39- طيب نشوف بقى نعتمد الأسئلة السؤال الرابع أجمع عن الأسئلة الأتي 40- أول سؤال 40- ما العناصر الغذائية النافعة التي يحتويها اللبن 41- إيه العناصر الجوال اللبن يا أولاد 42- قالك فيه بروتينات ودهون وكربوهايدرات وفيتامينات وأملاح ومعدنية 43- يبقى فيه بروتين ودهون كربوهايدرات وفيتامينات أملاح معدنية 44- اتنين مع الأمور الواجب مراعاتها عند اختيار طراز الحديقة 44- أول حاجة أن يكون مناسبا مع المباني والبيئة المحيطة 45- تاني حاجة أن يكون التصميم مناسبا للغرض من الحديقة 45- ونوعها سواء كانت حديقة عامة أو خاصة 46- تلاتة 47- أذكر بعد طرق حفظ الطعام بشكل صحي وسليم 48- قالك التجميد والتمليح والبسطرة والتعليب والتكفيف 48- دي طرق حفظ الطعام بشكل صحي وسليم يا أولاد 49- التجميد 49- التمليح 50- البسطرة 50- التعليب 51- التكفيف 51- طيب ما هي الخطوات الأساسية الأربع للإسعافات الأولية 51- أول حاجة تقييم الوضع 52- تاني حاجة 52- التخطيط للتدخل 53- ما هي كنت تقدير الوضع واخر حاجة تقديم الاسعافات الأولية 54- وضح أهمية تهوية الغرف أثناء عملية الطلاق 54- لأن الأبخيرة المتصاعدة من الطلاق يمكن أن تكون مضرة بالصحة 55- وإيه تسبب فيها مرات إيه؟ 55- التنفسية 55- أو ضيك التنفس 55- ماذا تفعل إذا تأكدت من شراء منتغ غير صالح؟ 55- أتوجه للمتجر لعادته 55- وإذا وجهت مشاكل أتصل بجهاز حماية المستهلك لتقديم إيه؟ 56- الشكوى 57- أتصل بمين بجهاز حماية المستهلك عشان أقدم شكوى 57- أذكر بعض الأزبار تترفع الناس للزهاب إلى الحضائق 58- الناس بتروح الحضائق ليه يا أولاد؟ 59- قال لك الشعور بالهدوء ويغزى قصة من الراحة والاسترخاء والاستنشاك هواء ناقي 60- تمانية 60- أذكر سلاسة من مصادر اللبن 60- قال لك الأبكار والجموس والماعس 61- لا يمكن أن تحدث إذا لم تتبع إجراءات السلامة أثناء مواسة أعمال النجارة 61- إيه أضرار بيا أعمال التجارة لو احنا هذنا ناتبع إجراءات السلامة باصابة العينين 62 – إذا لم تقم بارتداء النظرات الواقية 63 – تضرر اليد أو الواجه من الشاكوش 64 – وتضرر اليد أو الواجه من الشاكوش 64 – وإصابة العينين إذا لم تقم بارتداء النظرات الواقية 64 – أسكتا قنوع ج replace쁜 الرحوم 64 – البدائل البقول الحبوب المكسرات ما الذي يحدث للشراب اذا لم تتم تعبعته في زجاجات ملوسة لو احنا عبينا الشراب في زجاجات ملوسة يحصل له ايه قطر تسبب الميكروبات الموجودة في الزجاجات في تخامل المشروبات وفسادها هل تنور وجبات سريعة بشكل دائم امر سيء ولماذا قال لك اه نكتاكل وجبات سريعة ايه بشكل دائم ده ايه ده امر سيء ليه لانها تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح والدهون للصحة الانسان من هو شخص النباتي المتوازن والنباتي الصرف المتوازن يا ولاد هو الشخص الذي ايه لا يأكل اللحم ولكنها قد يأكل البر ومنتجات الالبان والعسل النباتي الصرفي بقى شخص لا يأكل اي منتج من مصدر حيواني طيب لماذا يفضل الناس تنور وجبات السريعة قال لك لانها سريعة التحضير وطعمها شهي ورائع بلان ايه لانها سريعة التحضير وطعمها شهي ورائع كيف يتجنب عمال المصنع تلوس الشراب خلال معالجته. قال لك عن طريق ارتداء غطاء الشعر والقفزات. يبقى نحمل نفسنا ازاي? او ايه? كيف تجانب عمال المصنع تلوس الشراب? قال لك ارتداء آآ غطاء الشعر والقفزات. ايو ما تفضل? الشراب الطبيعي مش شراب الصناعي ولا ماذا? طبعا الشراب الطبيعي طب ليه? له مذاك الفاكهة الطازقة في حين الشراب الصناعي مذاكه سكري جدا وله نكهة الفاكهة. تمام? كده امتهينا يا امتحان مادة مهارات مهنية للصف الخامس. الجوز الاول منها قولنا ايه? شرح المنهج بالكامل بتاع الفصل الدراسي التاني. وعلى كده نسخة غير مجابة. والنسخة المجابة دي لان ايه حلتها معاكم النهار ده قلتها معاكم. تمام? كل ده موجود في المزاكرة اللي هنسيبها لك اسفل فيديو. طبعا هناخرج عنها الامتحان. زا كده هي بس بقمر الله تعالى هتقفل مادة المهارات وش تحتاج لاي حاجة ولا اي حاجة. اي حاجة انت محتاجها تخوص الصف الخامس جميع المواد مراجعاتنا اياه موجودة هنا على القناة في كامل تشغيل الصف الخامس الفصل الدراسي الثاني. يا تلاتة بنمطلع من الفيديو ونعمل لايك للفيديو ونشيك في القناة تنسينا ان شاء الله كل جديد. ونعمل شهر للفيديوهات عشان نكبر بكم ان شاء الله في انتظار دعمكم المستمري اللي انا كانت معكم بسهي برجة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.